اهلا بكم جهود متواصلة للإدارة العامة للدفاع المدني في تنفيذ عمليات التطهير والتدريب للحد من انتشار فيروس كورونا والتي شملت العديد من المواقع في مملكة البحرين كذلك تعاون مشترك مع جهات عديدة وتدريب مجموعات من المتطوعين من الأفراد لعمليات التطهير والتعقيم الاستباق وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في ستوديو البرنامج النقيب دكتور مصعب الخالدي رئيس مجموعة مراكز الدفاع المدني للحديث عن دور أبطال الدفاع المدني في هذه المرحلة ولكن بعد هذا التقرير تعاون مستمر للدفاع المدني مع قطاعات وأفراد الدولة من خلال العمل على نشر مفاهيم التطهير والتعقيم كالعمل الميداني المشترك وتوزيع النشرات التثقيفية والأعلامية المختلفة بالإضافة إلى التعريف بعمليات التطهير والتعقيم الذاتي للمنازل ومواقع العمل المختلفة وأمور السلامة التابعة لذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وضمن إرشادات منظمة الصحة العالمية أهلا بكم من جليل مشاهدينا وباسمكم أرحب بضيفي الكريم النقيب دكتور مصعب الخالدي رئيس مجموعة مراكز الدفاع المدني مساك الله بالخير دكتور شرفنا تواجدك معنا في السيديو برنامج حديث اليوم أنتوا من أبطال هذه المرحلة أنتوا خط الدفاع الأول اللي البحرين تعول عليه إن شاء الله في مواجهة جائحة الكورونا وبنعدي بإذن الله بجهودكم ووعي المجتمع بأقل الأضرار بإذن الله تعالى فأنا سعيد وجودك معنا وإحنا أسهل يا أهلا وسلا فيك دكتور متى بدأت الحالة الاستباقية رفع الجاهزية لدى الدفاع المدني هل منذ ظهور أول إصابة في الوحرين واكتشافها في 24 فبراير أم كان لكم استعدادات وجاهزية استباقية سبقت بارك أريد تتكلمنا عنها طبعا من الاستعدادات التي تقوم به الإدارة العامة الدفاع المدني في كثير من الحالات هي قياس المؤشرات التي ممكن أن تنتقل لمملكة البحرين وما هي السبل الواجب اتباعها في مثل هذه الظروف قامت الإدارة العامة الدفاع المدني بشكل خاص وكذلك المنظومة الأمنية في مملكة البحرين بإعداد خطة في حال وصول هذه الجاهة لمملكة البحرين فما هي الإجراءات الواجب اتخاذها وفق الأطر والإجراءات التي تضمن سلامة المجتمع في مملكة البحرين قامت الإدارة العامة الدفاع المدني بإعداد خطة استباقية لأفضل الممارسات التي ممكن أن تقوم بها الإدارات المعنية لضمان سلامة المجتمع في مملكة البحرين قمنا بدراسة الوضع الحالي تجهيز الطواقم الدفاع المدني لتكون على أهبة الاستعداد في حالة ما استادعت الحاجة لذلك تأكيد على جاهزية الأسطول الفني والآليات للإدارة العامة للدفاع المدني كانت محت الاهتمام والتوجيه من سيدي معالي وزير الداخلية وكذلك سيدي سعادة رئيس الأمن العام كنا جاهزين لهذه الأمور قبل لا تحدث في مملكة البحرين تم الانتقال بعدها لآلية التنفيذ الأولوية في تطبيق هذه الإجراءات والتعاون مع الحملة الوطنية لمواجهة انتشار بايروس كورونا في مملكة البحرين مثل هذه الأمثل اللي ممكن نحن نشوفها الاستعدادات في مطار البحرين الدولي تم تشكيل فرق تطهير خاصة قوامها ما يقارب الـ 130 ضابط وضابط صف تقوم على تهيئة كافة الظروف لإجراءة السافر في مطار مملكة البحرين يعملون على مدار الساعة لضمان أعلى معايير الحماية في هذا المجتمع نعم إذن جهودكم الاستراتيجية الاستباقية بدأت قبل هذا التاريخ أنتم بديتم من قبل يعني ما كان فيه انتظار لأن يحدث شيء العمل تحت ردة الفعل أو الصدمة كان فيه خطة استباقية مثل ما فهمنا من كلامك دكتور نعم أنتم ما تعملون لوحدكم مثل ما قلنا في البداية اليوم في فريق البحرين الكل يعمل وزارات الدولة مؤسساتها بمختلفة جهزتها ولكن من الأقرب يعني عملكم الباشر مع أي جهات طبعا في مثل هذه الحالات الإدارة العامة للدفاع المدني تكون فرق مشتركة للعمل مع كثير من الإدارات المعنية والجهات في مملكة البحرين من ضمنها وزارة الصحة المجلس الأعلى للبيئة كذلك الإدارات المعنية في تعاون مثل وزارة العمل وكذلك هي التنوين مسوق العمل بالإضافة الكثير من الجهات المعنية في هذا الشأن نود أن نشير أننا عملنا مقروم بطبيعة العمل الجماعي ففي حال وجود أي تنسيق مشترك فالإدارة العامة للدفاع المدني ستلعب دور محوري في التنسيق الاستباقي مع كافة تلك الجهات لضمان أعلى معايير التطبيق الأمثل لتنفيذ هذه الإجراءات نعم دكتور اتفضلت قبل قليل وذكرت بأن فقط في مطار البحرين في حوالي 130 ضابط وضابط الصف كلمنا عن أدواركم وين هي الأماكن التي تعملون فيها بشكل عام وشنو هي الأدوار يعني يمكن الناس تعتقد أنها فقط عمليات تطهير موضوع أكبر من شذي بكثير والعداد أكبر من 130 المتواجدين بالمطار بكثير يرأينا نتكلم عن مختلف هذه الجهود طبعا لما نتكلم على مستوى تأمين الحركة الملاحة الجوية في مطار البحرين الدولي دور الإدارة العامة للدفاع المدني يعتبر كصمام أمان لآلية العمل وفق الضوابط والشروط في مثل هذه الظروف من خلال استقبال المسافرين تطهير وتحماية كافة منشآت أو المرافق السفر المعنية في هذا المجال كذلك كافة العاملين الموجودين في هذا النطاق والحيز اللي راح يكون في مطار ممكة البحرين من مسؤوليات الإدارة العامة للدفاع المدني وخصصت للفرق المختصة في هذا الشأن طبعا نتكلم على كافة هذه الإجرات من مرحلة استقبال المسافرين كذلك الأمتعة عملية الانتقال إلى حملية مغادرتهم من المطار أود أن نشير بعد في هذا الجانب أن تأهيل طواقم الإدارة العامة للدفاع المدني كافة تعتبر على أعلى مستويات الاحترافية للتعامل مع هذه الأمور فنرى أن عملية التطهير تعتبر من أساسيات العمل على مستوى كافة العاملين في هذا القطاع نعم توجد إدارة أو فرقة مختصة في تطهير هذه الأماكن لكن كثير من الفرق والضباط والضباط الصف مؤهلين للقيام بهذا العمل على أعلى درجات الاحترافية ورح يتم استدعاهم في حال تطلب الأمر أكثر من هذه الأعداء نعم وانت تتكلم دكتورة أنا استحضرتني صورة أو مجموعة من الصور لما ظهرت أول حالة إيجابية في البحرين كان بتاريخ 24 فبراير بدأوا الناس شوي في تخوف المطار شيء وضع المطار نستخدم المطار قبل ما يصير فيه تقليل على مستوى العالم لرحلات الطيران وما إلى ذلك انتشرت صور لرجال الدفاع المدني وهم يقومون بعملية تطهير المطار سواء المركبات حمل الحقائب نقل المسافرين صالات الاستقبال والمغادرة كلها حتى الطيرات هذه الصور يعني الناس تقبلتها بكثير من السعادة من الأطمئنان وشعرت فعلا نحن لدينا أبطال قاعدين يعملون في الميدان ونحن في أيدي أمينة بإبن الله تكلمنا عن هذه الفترة اللي بدأت بعد على طول اكتشاف الحالة طبعا لما تتكلم عن اكتشاف حالة إجراءات الإدارة العام للدفاع المدني ما كانت مقصورة فقط على مطار البحرين الدولي نحن تتكلمنا على كثير من المرافق منذ بداية الحملة الوطنية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الفرق التخصصية في الإدارة العام للدفاع المدني قامت بما يقارب 11 ألف عملية تطهير على مستوى مملكة البحرين تعاملت مع كثير من المواقف يعتبر من صميم عملها وقيامها به على مستوى عالم الاحترافية ليس فقط في منشآت المطار والملاحة الجوية تعدت هذه الكثير من المناطق المنشآت الحيوية كذلك تم الاستعداد في حال وجود أي حالات في مثل هذه الأمور أو هذه الانتشار لجائحة فيروس كورونا سيكون الإدارة العام للدفاع المدني متمثلة بالفرق التخصصية على أهبة الاستعداد للتعامل معها وفق أي نطاق زماني ومكاني في مملكة البحرين هل في أماكن استراتيجية هي الأكثر مسأة التطهير فيها تكون أكثر غير المنافذ المطار وغيرها هل في أماكن استراتيجية أخرى تستهدفونها باعتبار ظروف معينة فيها خصائص معينة في هذه الأماكن طبعا لما انتكلم عن موضوع التطهير نود أن نشير أنه فيه تطهير احترازي وكذلك تطهير تعامل مع الحالات الإيجابية التطهير مع الحالات الإيجابية هذه من ضمن اختصاصات الفرق التطهير لتابع الإدارة العام للدفاع المدني كذلك الإدارة العام للدفاع المدني تقوم بكثير من عمليات الاحترازية في مسألة التطهير بالتعاون مع الجهات التنسيقية وكذلك المعنيين لما انتكلم في مثل هذه الأمور المناطق المكتظة بالسكان بعض مناطق العمال الوافدة بعض المنشآت التي فيها تجمعات بشرية كبيرة تستوجب لها آلية تطهير معينة ودقيقة فنحرص أن نقوم فيها بهذه العمل ولا نترك أي مجال لإحتمالية انتقاله بسبب عدم القيام فيه باحترافية لو تم اكتشاف حالة إيجابية في منطقة ما في بيت ما في فندق في شيء لكم دور في ذي الجانب عملية التطهير وأيضا حتى مسألة نقل المصابين وتطهير المركبات وما إلى ذلك دكتور طبعا مثل ما تفضلت عملية التطهير والتنسيق لنقل المصابين إلى المناطق المخصصة لهذه تكون بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني التطهير لابد أن يكون وفق آلية احترازية ودقيقة للتعامل مع هذا المرفق الهام كذلك وننشير أن التعامل مع فيروس كورونا يتطلب كثير من الإجراءات الوقائية بأعلى درجات الاحتراف وكذلك المعايير اللابد تطبيقها دوليا وليس فقط على مملكة البحرين نحن حريصين أن نقوم بها على أكمل وجه فهذا الشيء يجب أن نكون موجودين فيها على أهبة الاستعداد وكذلك الإشراف عليها المباشر لضمان أعلى معايير التطبيق السليم أدوار كم مختلفة لكن دعني أوقف عند دور مهم الآن ويتعلق بمسألة التوعية التي تقومون فيها خاصة في التعامل مع تجمعات يوجد فيها العمالة مثلا الأجنبية ونحن نقول ونؤكد بأن هذا الفيروس لا ينتمي لدين لطائفة لجماعة أو عنصر معين لا نتحدث في هذا الجامب ونحن نتكلم عن الأعمال الوافدة بطبيعة تجمعاتهم مستوى ربما الوعي قد يكون مختلف السلوكيات، الوضع الذي يعيشهم فيه السكن الذي يعيشهم فيه قد يكون مختلف نسبيا وكان في تخوف من الناس أن هذه الأماكن قد تحدث فيها ولله الحمد لا يوجد إلى الآن انتشار بينهم حدثت بعض الأشياء والكل عارف في مثلا مكان معين عمارة معينة تم السيطرة على الموضوع ولله الحمد لا يوجد تفشي إلى الآن ولله الحمد لكن كان فيه حديث من الناس وشفنا يمكن في وسائل التواصل التجمعاتهم أنتو كان لكم دور مباشر في التعامل معهم دكتور كيف تتعاملوا معهم؟ مسألة الوقاية مسألة التأكيد من اتباحهم للخطوات الاحترازية كل هذه الأمور طبعا مثل ما تفضلت العمل على قياس هذه المؤشرات ليس معني بعواطف أو شيء ما بني على دراسات ومؤشرات لا بد أن القيام فيها بالوقت المناسب نحن نتكلم اليوم عن تحدي زمني الإدارة العام للدفاع المدني كانت من الأول الإدارات التي اعتنت بقراءة هذه المؤشرات لتقييم وتطهير المناطق المكتظة بالسكن وخاصة المناطق ذات الطبيعة العمالة الوافدة قامت الإدارة العام للدفاع المدني بحملة لتطهير تلك المناطق بالتعاون مع الجهات المعنية كذلك لم تكتفي بعمليات التطهير في هذا المجال انزلت للشارع لتأكد ميدانيا من قيام كافة الجهات المعنية بدورها على أكمل وجه قمنا من ضمن هذه الحملة بنشاط توعوي تم توزيع كثير من النشرات الإرشادية بمختلف اللغات لضمان قيام تلك التجمعات بدورها بما يتناسب مع التدابير الاحترازية بمملكة البحرين وكذلك المتعلقة بالنظافة العامة أمانة لقينا كثير من التجاوب في هذا الجانب لكن هذا الشيء يدعونا أن نكون على أهبة الاستعداد في كافة هذه الأمور مثل ما تفضلت عمل الإدارة وعمل الدفاع المدني استباقي في كثير من هذه الحالات نحن اليوم نقوم بهذا الواجب نسعى أن نغطي أكبر عدد ممكن من هذه التجمعات وحارصين على تطبيق الجميع لكافة تلك التدابير والإجراءات الاحترازية نعم وأيضا كل إدارات وزارة الداخلية نأكل على دورهم في هذا الشيء جفناهم في الميدان من شرطة مجتمع من عناصر الداخلية الضباط كان معهم أحيانا ممثلين من السفارات بلغات مختلفة يتواصلون مع العمالة فيه جهد كبير والله الحمد وإن شاء الله يعني يأتي هذا الجهد بثمارة بإذن الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله مسألة التوعية ضرورية ومهمة لكن أنتم قمتوا بعه بدور يمكن جديد في ذي المرحلة وهو تدريب المتطوعين شفنا متطوعين من شباب بحرينيين من مختلف طبعا نقول شباب وشابات من الجنسين يذهبون إلى مختلف الأماكن في مناطقهم في مناطقهم مختلفة ويقومون بعمليات التطهير الاحترازي أو التعقيم يعني ليس في الأماكن التي تظهر فيها حالات أبدا موجودة لكن هو تعقيم احترازي نحن مثل ما نخاف عليهم ونخاف عليكم طبعا وأنتم مجهزين بأفضل طرق واحترافين بأعلى مستوى لكن أهم أكيد أنتم حاطين كل الضوابط لتحميهم ودربتهم على أعلى مستوى لا شك مثل ما تفضلت يعني تأهيل وتدريب المتطوعين ما هو عمل جديد على الإدارة عامل الدفاع المدني وكذلك المنظومة الأمنية في مملكة البحرين من مبدأ الشراكة المجتمعية تم استقبال هذه الطلبات من خلال المتطوعين من المنصة الوطنية للتطوع تم تشكيل مركز اتصالات تابع للإدارة عامل الدفاع المدني مختص بمتطوعين لعملات التطهير الاحترازي مثل ما تفضلت تم فرزهم بناء على النطاق الجغرافي اللي شكنهم كذلك الأوقات اللي متوفرين فيه يقوموا فيها في عمليات التطوع وكذلك نوعية العمال اللي حابينهم يشاركون فيها الإدارة العامل الدفاع المدني ساعة أن نتفعل كافة مراكزها في مختلف المحافظات لاستقبال المتطوعين وتدريبهم بناء الأخذ بالاعتبار للتدابير الاحترازية والتجمعات في هذا المجال طبعا يبتدي مشوار المتطوع من بداية دخوله للمركز الدفاع المدني يقومون بعملية الفحص المبدئي له بتعبات الاستمارة المخصصة لهذه الشيء يقومون بعملية التدريب الناظري والعملي تأكد من الأمور الوقائية الشخصية لضمان سلامته مثل ما تفضلت حتى لو أنه كان راح يشاركنا في عمليات التطهير الاحترازي إلا إحنا حريصين أن يقوم بدوره بدون أي آثار أو أعراض أنه تؤثر على عمله أو على مستواه الشخصي نتكلم حتى الإشراف على العمل الميداني مع تلك الطواقم تم توزيع شارات المتطوع نسقنا مع المديرات الأمنية والجهات المعنية أنه بهذه العمل فأخيرين أننا اليوم نقوم بتدريهم بأكمل وجه وصل تقريبا عدد المتطوعين ما يقارب 1800 متطوع على مختلف محافظات مملكة البحرين والعمل الجاري طبعا على رفع الطاقة الإسلامية من ضمن 30 ألف متطوع وأكثر في المنصة الوطنية التي شاركهم نعم مثل ما تفضلت العمل الجاري على أعداد وتأهيل أكبر عدد ممكن ليكونوا مستعدين لخدمة وطنهم إذا استعدت على الحاجة بإذن الله في بعض الدول دكتور شهدنا أن الفيروس انتقل والإصابات انتقلت للصفوف الأولى أطباء ممرضين ويمكن حتى العاملين في الدفاع المدني وغيرها نحن ولا الحمد البحرين لم نشهدنا هذه الحالة والأمس كان عندنا ضيوف من الكادر الصحي والطبي ويتحدثون أن لديهم أعلى التجهيزات وأفضل تدريب في الدفاع المدني نحن متأكدين أيضا أن أفضل تدريب وأعلى التجهيزات وأنتم تقومون تفضلت بآلاف عمليات التطهير يعني كيف تكون عمليات الاحترازية لتحمي صفنا الأول أو أحد أهم صفوفنا الأولى طبعا في البداية نود أن نشير أن الإدارة العام للدفاع المدني يعني تحظى باهتمام منقطع النظير في هذا المجال نتمتع بكوادر بشرية متخصصة لكثير من الجوانب التي اليوم كنا نشوفها في الوابع الحالي وكذلك بعض المؤشرات المستقبلية الأسطول الفني للمعدات لإدارة الدفاع المدني يعتبر أسطول متطور مقارنة بدول المنطقة وكذلك آلية التدريب مثل ما تفضلت الإجراءات الاحترازية للصف الأول في الإدارة العام للدفاع المدني يقوم على أهبة الاستعداد نتخذ كافة أعلى التدابير والإجراءات لضمان حماية الرجال الدفاع المدني وكذلك الرجال المنظومة الأمنية العاملين معانا في هذا المجال لضمان قيامهم بعملهم دون أي احتمالية إصابتهم في هذا الفيروس ونحن اللهم لك الحمد اليوم قادرين أننا نتعامل مع كثير من الحالات نقوم كذلك بالتعامل بوفق الأطر والاستعدالات العالمية المعمول فيها نقوم بمراجعة هذه الإجراءات بشكل دوري لضمان قيامنا بها بأعلى المعايير وكذلك مثل ما تفضلت نحن قاعدين اليوم نواجه خطر عالمي اليوم العالم كله نشوف أنه في تأثر في هذا الشيء اللهم لك الحمد في مملكة البحرين الاستعداد اليوم قاعدت تشوفه ما هو وليد اللحظة هو استعداد مسبق بك لكثير من هذه المراحل واللهم لك الحمد يعني قاعدين أننا نواجه بأعلى المعايير وبإذن الله أن هذه الأمور تخلينا قادرين أننا نواجه بأعلى المستيات في المراحل إن شاء الله الحافظ الله مثل ما تفضل لكن الإنسان والدول والمجتمعات عليها أن تقوم بواجبها بالاستعداد بوضع الخطط الاستباقية التنفيذية وما إلى ذلك وأيضا دور كبير للمجتمع ويمكن التطوع والانضباط المجتمعي والوعي المجتمعي من سمات المجتمعات الراقية ولله الحمد شفنا مجتمعنا يعني عكس هذه الجانبين بأبهى صورة دكتور طبعا مثل ما تفضلت يعني اليوم اللي قاعد نشوفها من حالة المبادرة في التطوع في مملكة البحرين هي سمات من سمات المجتمعات الراقية اللي قاعد نشوفها ميدانيا في مملكة البحرين وفي نفس الوقت إحنا قاعد نشوف أن العمل في القطاع الأمني بشكل عام والإدارة عاملية في المدني هو ليس مقتصعا أنه بظيفة أو مهنة أو هو واجب وطني تحمل لواجب ومسؤولية نبيلة وكذلك استعداد لمسؤولية مشتركة اللي هذه الجائحة راح تكون بالنسبة لنا قادرين أن نتجاوزها بأعلى معايير النجاح اليوم قاعد نشوف عمل جماعي منظم قاعد نشوف تديد كافة الصعوبات للقيام بأعمالنا على أكمل وجه اللهم لك الحمد يعني في مثل هذه الظروف نرى كثير مثل ما تفضلت من الدول أنها قاعدة تتأثر بهذه الجائحة اليوم البحرين متمثلة بكافة الفرق تعمل اللهم لك الحمد بسلاسة قاعدة توصل الأهداف اللي قاعدة يخططون لها بأعلى معايير النجاح والتقييم لهذه الأمور قاعد يحصل بإشادة دولية وليس على مستوى المحلي وهذا الشيء الذي يجعلنا نتفائل أنه بهذه المبادرات والوعي التام والمجتمع المتكاتف بكافة أطيافه من مواطنين ومقيمين يجعلنا نتفائل أن نكون من أول الدول التي تجاوز هذه المرحلة بأعلى مراحل النجاح بإذن الله بإذن الله وإحنا حبينا نشكركم نشكر جهودكم أنتوا أبطال هذه المرحلة من أبطال كثيرين يعني ويمكن سموه للعهد سموه بالأول الله يحفظه ذكر بأن هناك الكثير من الأبطال مواضحين في الصورة هناك المئات بل الآلاف يعملون في صمت يعملون حبا في البحرين بهمة عالية بروح عالية من أجل حفظ هذا الوطن وحماية المواطنين والقيادة وهذه الأرض الطيبة بإذن الله إن شاء الله في ميزان حسناتهم وإن شاء الله أيضا يعني جهودهم مقدرة من الجميع كلنا نعتبركم أبطال هذه المرحلة أنا تشرفت وسعت بلقائك دكتور شكرا جيدا شكرا لكم على الاستضافة شكرا لك كان معنا دكتور مصعب الخالدي رئيس مجموعة مراكز الدفاع المدني جنودنا في الصفوف الأولى نوجه لهم كل التحية من خلال ضيفنا الكريم شكرا لكم المتابعة الله يحفظكم نلتقي في حلقات قادمة اشتركوا في القناة